ومعنا دكتور خالد غانم وأستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأزر قالوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وسلم إزاي حضرتك أخبارك إيه؟ الحمد لله وسلم حكم ربنا يخليك يا مولانا حكم الجواز على غشة يا مولانا إيه حكمه في الدين؟ في البداية أنا بشكر حضرتك وأسرة البرنامج على هذا البرنامج الهدف الحمد لله اللي هو في الحقيقة بيسهم بشكل كبير في رسم الطريق صحيح للسائل أو لأي سائل وأتمنى وأرجو أني أخذ حقه حتى يصل إلى كل العقول يا رب اللهم أمين وكمان بشكر الدفا الكريمة الدكتورة هالة شكرا لك يا رب ربك يا سيدك على الكرام الجميل اللي قالته على الفرق بين الحب العقل والقلب أيها العقل والقلب في البداية أنا يعني بقول لكل أصدقاء البرنامج والمشاهدين الكرام والسائلة صاحبة الرسالة أن الدنيا لا تخلو من أي قدر أو تعب وأن الحياة دايما تكون موصوفة بالنصب والوسط النصب اللي هو التعب النفسي والوسط هو التعب البدني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا والذي عانته السائلة هو شيء بسيط بجوار أناس كثيرين أرحقهم الفقر أو أنحكتهم الأمراض أو ألمت بهم الخطوب والمشاكل هي في ابتلاء شديد يا مولينا فعل الركيزة في كل هذه الأمور هي السعادة الإيجابية للإنسان لازم يعيش بيها في أي مشكلة تعتقده لكن نأتي للسؤال أو للإجابة على السؤال الزواج على غش أيوة يعني أنا أقول ده ابتلاء من عند ربنا واسكت لا في الحقيقة صور الغش في الزواج كثيرة منها ما هو مقبول ومنها ما هو مذموم أو مرفوض ما هو المقبول وما هو المذموم والمرفوض نبدأ في موضوع الغش في الزواج المذموم المرأة التي تخفي مثلا على زوجها أنها تزوجت قبل ذلك أو أنها بكر وهي لا تد بكر آه لأنه بيقوله بكر الرشيد فكرة بكتا أو رجل أو امرأة لديهم من الأمراض التي تعترض الصحة النفسية أو البدنية أو الحياة أو تؤثر على الحياة الزوجية ويخفي الزوج هذه المشكلة أو هذا المرض أو تخفي الزوجة هذا المرض أما هناك بعض الأشياء التي هي مقبولة ولا تؤثر على العقل زي إيبا عم أولينا يعني مثلا واحد بيحاول أن هو يظهر بمظهر لائق بخلق حسن أو امرأة بتحاول أن تظهر بمظهر لائق يعني يقولي أن سنه كذا هو غلط في عربيته مثلا 2014 وقالي 2020 لا بيقولي على سنه يا مولانا لا أنا قرأت القصة هو ما قالش ده هي ده اللي قالت صاحبتها صاحبتها وفي واحدة على زميته وقال أنه ما عندوش عيال وكل حي وصاحبتها قالت له أنا أضمنهولك وفي ناس بتقولي يا مولانا أن ما بني على باطل فهو باطل لا العقد الزواج لا يفتخ إلا ده المسوغات قالها الفقهاء وهذه ليس من ضمن المسوغات إيه هي؟ هو ارتكب مقرم هو لم يكن صريحا في مستقلاته ولا في حواره مع هذه المرأة طب يا مولانا ما قالوش بقى كمان أنه لو هو متجوز وخبه على مراته الثانية جوازته الأولى ده يعتبر العقد مش صحيح؟ لا لا الحالة التي بينا يدينا هي صورة من صور إخفاء الحقيقة التي قد تكون بقصد أو بدون قصد يعني هو ما كانش قصد لا التي قد تكون بقصد أو بدون قصد ولكن التدليل ده أو الإخفاء ده لا يؤثر في عقد الزواج الزواج صحيح فالزوجي أن يقفي زواجه ولا يأخذ رأي زوجته الأولى ده ينفع؟ ينفع ده يقولوا لازم يا مولانا يأخذ موافقتها القانون القانون صار ولكن الآن أنا أقول عن الشريعة الإسلامية ولكن الآن القانون يرسل خطاب لإعلام الزوجة الأولى بزواج الثاني بس هو يا فضيلة الشيخ المغزى من القانون أنه هو مش بياخد إذنها أنه هو يتزوج زوجة تانية بس تبيديها حق القبول أو الرفض أنها تستمر معي طب هو بيعلمها على أدل يعني عملا يعني هو لما يقول أنه هو يتجوز هتقوله أنا مش أكمل لكن واحد تزوج دون أن يعلم زوجتهم ولا دون أن يستأذنها هل الزواج هنا باطل أو غير باطل؟ القانون بس تبيعقه الزواج صحيح طب ومن حق الزوجة الأولى أن تطلب الطلاقة عادي من حق الزوجة أنها تقبل الزوجة الأولى أنها تقبل أو ترفض أنا بشكر حضرتك ونورطينه شكرا يا مولان